السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيقائي الاعزاء اخبار مع عليكم ولانا اللقاء وعودة بازن الله مع حضراتكم احنا بقى النهاردة بامانة الله يعني الواحد قسم بالله مستاء مستاء جدا لما بقى في لا محترمة في كومباوند محترم جدا ويجي سباك معضومي الضمير يعمل لي شغل يعني انا عن نفسي بقول لا يواليك بشكل فيلا بحجم المكان او بالقصة دي كلها طيب اه السباك اه طبعا كلهم زي الفل وكلهم نسعى عرصنا عشان حانش يزعل مني انا بريتش اصور الشغل وهو على طبيعته فقالنا يعني ايه اختصارا للوقت طيب اه السباك احنا زيقولنا جماعة بل كده فيه سباك فيلا وفيه سباك شقة فيه سباك اسكان اجتمعي السباك الله يسحله ويصلح حاله ويبرك له ورب العالمين وله هو مش عارف يعرف ولو مش عارف يتعلم وله هو عارف بس بيستاثل ويقصر المواضيع عليه يبقى نقول له حسبه نعمل وكيل فيك عشان انت متقيتش ربنا في العميد اللي قدام منك او في حكم الفيلا او كارسل اللي انت كنت عاملها طيب ايه اللي قصتك انا عامله الاول هات هنا كده عندي ورايا هنا اهو هات وراك هنا اهو عندي هنا دي جاء كانت غرفة تفتيش مباني مفيش مشكلة مفيش في هنا اي مشكلة كان عامل لي حضرتك غرفة تفتيش مباني وموصل على تجميع الصرف ده كده هنا وموصل تجميع الصرف ورا هناك وهنا كان متخلي الشغل دوت على البيزمنت جوه هنا في الجردن في عندي حمامين جوه طيب حدلك دلوقتي انت كنت موصل لي الصرف على المية يعني بوصل لي اسف في اللفظ صلي في اللفظ يعني المية عالخرة يعني اللي هييدوس على التواليتة حضرتك هيشم الريحة الوحشة من البيبة يبقى الفضلات عملت تقليب في الاااا في الاعداء عملت ريحة وحشة خرجتلك في المصورة بتاعتك تاني في البيبة هنا هل هذا يرد ربنا يا جامعة لازم ناخد بالنا جمل جدا جدا فيه فرق لما اعمل شغل صرف صحي صرف صحي في فيلا وفيه فرق لما اعمل شرف في اسكان اجتماعي ما بقلش مشاهد ان اسكان اجتماعي بس كل واحد على قد امكانياته. انت هنا جيت وقال لك اعمل ليرضي ربنا وجيت عملت اللي يرضي نفسك وهواك. مش ليرضي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه? يا ايوة الذين اعمانوا اتاكوا الله. وقالت لانزل نفسهم ما قدامت لغدوات اتاكوا الله. ان الله يحب المتقين. هتاك ربنا. ربنا هيكافأك ويزيدك. ويطلعك من مكان لمكان. دلوقتي احنا عرفنا الخطأ اللي اللي اسطة كان عامله. يعني ده كده هنا كان حمام دخلة كرسي ودخلة بيبة. وهنا كان برضو حمام دخلة كرسي ودخلة بيبة. وعمل لي طب بالتسليك في النهاية من الاخر ورا هنا كده. ايه في الماية? طيب. يبقى هو هنا كان عامل لي الشل لحدك شايفه ده كده وهنا كان موصل سمك طبعا لما ان تمر هندي موصل على خط الصعد هنا مصورة واحدة واخدها خط البيب وخط الاواعد. كان فعلا شغل بأمانت الله انا بقول حرام حرام ان ده سباك يخش في فيلا او في محترم جدا زي اللي احنا شغالين فيه او الكلام ده اول. طيب اه ايه الصح الجديد اللي انت عامله عن محمد انت واجعت المغدر بينه الصبح وبتقول الحزب اللي انا موكري وتتحزبنا على الصناعي اللي اشتغل. طب ايه اللي انت شايفه صح بموجة نظرك عشان جدا طلقها تقولك كميتين دول طيب الصح هنا حضرتك او اولا اولا زي ما احنا قلنا وانت مغمط بخش فيلا وانا مغمط كده الف به عود نفسها حضرك بركب شيك بالفرداد شيك بالفرداد من الشركة المصرية الالمانية ايجيك حاجة محترمة جدا بوابة تسمح بخروج المياه لكن ما تسمحش برجوع ما تعدلكش فران حشرات كوارد روائح ما تعدلكش اي حاجة لو انا مسافر برا وعالدي في مجالة طفحت في الشارع ما تخشيش حاجة جوا من خلال البوابة الجميلة ديت بوابة مصنعة من تلتمائة واربعة وتبو فيه تلتمائة وسبعتاشر كمان حاجة محترمة جدا منع للصدى منع للتاكل القصة دي كلها طبعا احنا عارفنا الردات تمنو تقريبا بيعمل خمسمائة جنيه يقلي زيت خمسين او ميت جنيه طيب وهنركب ان شاء الله بازن الله الغرفة الجميلة بتاعتنا ديت غرفة مصنعة من مادة من شركة حاجة محترمة جدا جدا حاجة مديني فيها خمس مخارج وخروج واحد غرفة دي غطى بتاعها يبقى خمسين في خمسين ان شاء الله نعرف الكلام ده كله بس احنا بنتعرف على الاجزاء اللي احنا هنركبها بازن الله الغرفة دي خمسين في خمسين بيديني خمس مخارج اربعة مخارج اربعة بوصة وبيديني مخرج ستة بوصة عايز اكمل ستة ماشي عايز اتكيب له مسلوب وكمل زي ما انا عايز ماشي طيب دلوقتي احنا عارفنا اللي الراجل كان عاملو احنا عما زودناش حاجة لحد دلوقتي غير الرداد ايه تاني يا ستة محمد عشان ما شمش ريحة وحشة وافصل الصرف التقيل او الصرف الوحش عن المية الخفيفة او اسف في اللفظ المية عن الخرق عشان ما شمش ريحة الرواصب والحاجات كلها تخشيلي في قلب المكان واسف في اللفظ عشان بس يعني ايه احنا بنتكلم بجدا لتكلم وانا مستق جدا 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 من اللي كان حاصل في الفيلا هنا لو كانت في عنا تشطبت وسكت على كده كان العميل هيندم نظم عمرو ان هو سكن في فيلا فيها ريحة الصرف الصحي لقى تطاق وعايز اقول لك بالمناسبة برضو نفس الصناعي اللي عمل هنا عمل فيلا تانية جنبينا والعميل حاليا بيشتكي من ريحة لما جيش اقف شغلنا قال لك لا انا عايز اعمل زيكم بس يعملوا عشان اجا شوف انتوا عملتوا ايه طيب الصح بقى حضرتك انا عندي الغرفة هي الريحة دي عبارة عن هوا هوا خارج من الغرفة من هنا كده او خارج من الصرف بتاعك فبالتالي لما بجرمي صرف تقيل على صرف خفيف لازم اركب جلتراب قاطع للريحة زي اللي حدك شايفو ده كده بالظبط يعني عندي هنا دول تلك جلترابات واحد اتنين تلاتة علشان عندي تلات تحولات عندي حمام الدور الارضي هنا في عندي حمام علوي عندي حمام الدكت النحية دي عندي فيه هناك هنا هيكون فيه وفيز ان شاء الله بإذن الله يبقى اي مخرج نضيف صرف نضيف حضرتك لازم اوصله على جلتراب جلتراب مانع للرواح الكريهة جلتراب مانع للحشرات الجلتراب من غير البروعة ده ليس روحة اللازمة جلتراب مية وعشرة مية وعشرة خروج ومية وعشرة دخول خمسة وسبعين دخول يبقى انا بيديني تلات مخارج علشان اشتغل عليهم بالتالي البروعة ده لما بيركب كده حضرتك منع الريحة الوحشة ان هي تعديلي عمل حاجز مئي هنا عمل زي الاعدة البلدي الاعدة البلدي او الاعدة الافرنجي التوليت لما بيبقى فيه شوية مية في الاعدة شوية المية دول مش محروطين كده هبقى منصورة لأ شوية المية دول محروطين حضرتك علشان خاطر ما ترد لكش ريحة زي السيفون فالسيفون ده بالتالي الشركة لما صنعته صنعت عاملت نفس الموضوع فيه جلتراب بيقطع الريحة فيه سيفون فيه بيبة كل حاجة لها مكانها وبنعرف كل حاجة بتركب في مكانها ازاي طيب طبعا الجلتراب ده حضرتك تلتمائة خمسة وسبعين ربعمائة جنيه تقريبا يبقى انا باحمي نفسي من الريحة الوحشة بحاجة بسيطة جدا عشان ما عملتش المنظر السيء الرديء اللي انت سيادتك شايفه قدام منك ده كده يعني حاجة فعلا ما تردش ربنا سبحان تعالى كده انت قدام منك الغلط وقدام منك الصح ولسه ان شاء الله باذن الله هنشوف الشغل بعد ما يكتمل بازن الله مع بعضينا في فيديو نهائي نكون عرفنا طريقة التوصيل ازاي ده احنا عرفنا الاجزاء اللي عشان تبنع للريحة الوحشة وازاي اعمل صرف فيلا متكامل للصناعية للمهندسين لصاحب الفيلا نفسه لو حد بيتابعنا عايز يعمل شغل صحي السباك لما يجي لك قوله انا عايز اعمل زي كده اركب رداد اركب غرفة جهزة اركب جلتراب قاطع للريحة علشان ما شمش ريحة وحشة في المكان بتاعي ان شاء الله اي حد استفاد من انا باي معلومة اه مش عايزين اه الا دعوة صالحة من رجل صحيح تكفيني بالدنيا وما فيها ويكفي ان حضراتكم وقفتوا جنبي بدعائكم لي وبسألكم علي وقت طعب وشدتي واتمنى لكم ان شاء الله بازن الله جميع التوفيق واي حد نعصوا اي حاجة في اي مكان في اي حاجة تليفوني مع حضرتك على العام اتصل في اي وقت ان شاء الله رد على ان شاء الله بازن الله تابعونا على صفحة سباك شاطر على الفيسبوك ويقناة سباك شاطر على اليوتيوب شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا